على الرغم من استمرار المعارك الضارية والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أسابيع أو منذ السابع من أكتوبر تحديداً بدأت بعضها الدول الأوروبية تبحث عن خيارات ما بعد الحربة فالوثيقة التي أعدتها ألمانيا اخترحت تشكيل تحالف دولي يدير قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة كما أشارت الوثيقة التي حصلت عليه الحدث إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة في قطاع غزة واخترحت الوثيقة الألمانية خمس سيناريوهات لإدارة قطاع غزة السيناريو الأول يتعلق بالعودة إلى وضع ما قبل 2004 أي أن تعيد إسرائيل احتلال القطاع مجدداً وهو أمر مستبعد نظراً لتكاليفها المادية والبشرية على إسرائيل بالدرجة الأولى السيناريو الثاني فإنه يبحث فكرة العودة إلى ما قبل النزاع الأخير والمقصود هنا قبل السابع من أكتوبر وإحدى الخطط التي ناقشتها الوثيقة الألمانية فكرة عودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع أي قطاع غزة فيما بحث السيناريو الرابع أن تقوم مصر هذه المرة بإدارة القطاع وبذلك تعود غزة إلى وضع ما قبل حرب 1967 السيناريو الخامس والأخير يقترح وضع قطاع غزة تحت مظلة الأمم المتحدة والشركة في المنطقة على أن يتم بعدها الانتقال بشكل حذر إلى سلطة الإدارة الذاتية هذه الوثيقة الألمانية نبهت أيضا إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام وتشارك فيها بتأكيد الأطراف الرئيسة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر